اشتركوا في القناة اوجه للاعجاز المائي في القرآن فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحبة إن القرآن الكريم هو مرجع المسلم في شتى أنحاء الحياة ليس فقط من الناحية الروحانية أو فيما يتعلق بشعائر الإسلام إنما هو أيضا منارة لكل طالب علم ولكل من يحاول فهم ما يجري في الطبيعة وما وراء ذلك من معجزات يقول تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا تحدثت هذه الآية عن نعمة من نعم الله تعالى علينا وهي أن جعل بين النهر العذب والبحر المالح برزخا منيعا يمنع طغيان أحدهما على الآخر ويحافظ على التوازن المائي على كوكب الأرض ولذلك قال وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَةَ ونلاحظ من هذه الآية أن البحر يمكن أن يكون عذبا فراتا ويمكن أن يكون ملحا أجاجا وفي هذه الآية إشارة أيضا إلى وجود حاجز منيع وقوي سماه القرآن البرزخا إن الذي يتأمل هذه الآية يدرك أن الله تعالى يتحدث عن معجزة عظيمة وآية كبرى وهي امتزاج الماء العذب بالماء المالح عبر حاجز منيع وحجر محكم ما هو الحجر؟ يقول الفيروزة بادي في معجم القاموس المحيط الحجر المنع ونشأ في حجره أي في حفظها ونستطيع أن نستنتج أن هناك حاجزا منيعا ومحفوظا برعاية الله تعالى أو أن هناك منطقة من الماء محاطة بحواجز كأنها حجرة مغلقة ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وهو الذي مرج البحرين أي خلق الماءين الحلو والمالح فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو واجعل بينهما برزخا أي حاجزا وحجرا محجورا أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر ولكن ماذا عن العلم الحديث وماذا يقول في ذلك؟ أهمية البرزخ المائي البرزخ المائي هو منطقة تقع على مصبات الأنهار عندما يلتقي النهر مع البحر أي عندما يلتقي الماء العذب بالماء المالح وهي منطقة تعتبر مغلقة ومحاطة بحاجز مائي أو من اليابسة وتحظى هذه المناطق باهتمام كبير من قبل العلماء لأن امتزاج الماء العذب بالمالح هي ظاهرة فريدة ورائعة حقا إن الذي يزور منطقة المصب هذه أو التي يسميها القرآن بمنطقة الحاجز أو البرزخ يلاحظ الاختلافات الكبيرة في هذه البيئة والفرقات في كثافة المياه ودرجة ملوحتها ودرجة حرارتها من لحظة اليخرى ومن فصل لآخر أي أن هناك عملية مسج وخلط وتداخل مستمر للماء العذب والماء المالح وربما نعجب إذا علمنا أن كلمة مرجة الواردة في قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين تعبر تعبيرا دقيقا عن العمليات التي تتم في هذه المنطقة والتي رصدها العلماء حديثا ففي القاموس المحيط نجد معنا كلمة مرجة خلطة وأمر مريج أي مختلطة والمرج الإغتلاط والاضطرابة وفي تفسير ابن كثير المريج المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلالها كقوله تعالى إنكم لا في قول مختلفة والعجيب جدا أن ما يحدث فعلا في منطقة المصاب يشمل جميع هذه المعاني أي أن الكلمة القرآنية تعبر تعبيرا دقيقا عن حقيقة ما يحدث كيف لا تعبر عن الحقيقة وهي منزلة من خالق هذا المصاب سبحانه وتعالى وجه الإعجاز أولا في قوله تعالى مرج البحرين حديث عن العمليات الفيزيائية التي تحصل فعلا في منطقة الالتقاء بين النهر والبحر وهي عمليات خلط مستمر وذهاب وإياب للماء وهذا هو تماما ما تعنيه هذه الكلمة ثانيا نلاحظ أن الله تعالى قال مرج البحرين ولم يقل مرج النهر والبحر لأن عملية المرج تتم مع الانهار ومع المياه العذبة المختزنة في الأرض والتي تتدفق من قاع المحيطات وهذه المياه هي بحر أيضا ولكنه بحر عذب لا نراه ولكن الله يراه وقد حدثنا عنه قبل علماء أمريكا بقرون كثيرة ثالثا إن كلمة مرج هي الكلمة الدقيقة للتعبير عن طبيعة ما يجري في منطقة اختلاط الماء العذب بالماء المالح بينما نجد العلماء يستخدمون عدة كلمات للتعبير عن هذه الظاهرة مثل خلط، تمازج، حركة، اضطراب، اختلاف وجميع هذه المعاني تحقيقها الكلمة القرآنية فسبحان من أنزل هذه الكلمة رابعا في قوله تعالى وجعل بينهما برزخة حديث عن وجود برزخة وهي منطقة تفصل بين ماء النهر وماء البحر وهذه المنطقة أو هذا البرزخ هو ما يسميه العلماء بمنطقة المصبة طبعا هذه المنطقة تتشكل بسبب القوانين التي أودعها الله في الماء وتسمى بقوانين ميكانيك السوائل أي أن القرآن قد قرر حقيقة علمية قبل أن يكتشفها العلماء بقرون طويلة وهذا سبق قرآني في علم المياه خامسا في قوله تعالى وحجرا محجورا إشارة إلى أن هذه المنطقة مميزة وذات خصائص محددة تختلف عما يحيط بها من بحر أو نهر وفيها كائنات محددة تختلف أيضا عن كائنات البحر وكائنات النهر وهذه المنطقة لا تسمح للماء المالح أن يطغى على الماء العذبة ولذلك فيك الحجرة المنيعة والمغلقة وهذا ما يقوله العلماء اليوم سادسا في قوله تعالى هذا عظب فرات وهذا ملح أجاج حديث عن الاختلاف الكبير في درجة الملوحة بين ماء النهر وماء البحر وهذا ما نراه فعلا فماء النهر يكاد يخلو من الملح إلا بنسبة ضئيلة جدا بينما نجد أن المتر المكعب من ماء البحر يحوي 35 كيلو جرام من الملح ولو أن القرآن وصف ماء النهر بالعذب فقط لكان هناك خطأ علمي إذا أن ماء النهر ليس عذبا مئة بالمئة إنما هناك بعض الأملاح والمعادن والمواد الأخرى التي تعطي هذا الماء طعما مستساغا ولذلك قال تعالى عذب فرات الأمر ذاته ينطبق على ماء البحر فلم يقول القرآن وهذا ملح ولو قال ذلك لكان هناك خطأ علمي أيضا لأن جميع المياه في الأرض تحوي شيئا من الأملاح بنسبة أو بأخرى ولذلك قال وهذا ملح أجاج كإشارة إلى الملوحة الزائدة وهذا التعبير دقيق من الناحية العلمية سابعا تعتبر منطقة المصبات من أكثر المناطق حساسية وذات أهمية بيئية كبيرة وهي لذلك تستحق الذكر كنعمة من نعم الله علينا حتى إن الكثير من الحضارات ازدهرت في مناطق المصبات مثل دل تنيل والمنطقة بين نهر دجلة والفراتة ونهر التايمز في مدينة لندن ونهر هيتسون في مدينة نيورك وإن القرآن عندما يتحدث عن هذه المنطقة إنما يؤكد أهميتها وتمييزها مع العلم أن هذه المعلومات لم تكن متوفرة لإنسان يعيش في صحراء لا أنهار فيها ولا بحار ومن غير الممكن لبشر أن يتحدث عن هذه المناطق بدقة مدهلة لو لم يكن رسولا من عند الله تعالى فياليت علماء الغرب يقرؤون القرآن ويتدبرونه ليستفيدوا من هذه الحقائق في الوصول إلى معرفة الله تعالى والإيمان به وياليتنا أيضا نطور أنفسنا من الناحية العلمية ونسبقهم لهذه الاكتشافات ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا مشاهدين العزاء نشكركم على حسن المشاهدة كما ندعوكم إلى مشاهدة المزيد من الفيديوهات المثيرة والممتعة لمختلف الأذواق سوف نسرد لكم سلسلة لأفضل أعمالنا في شتى المجالات المجال الرياضي قناة ميديا كورا ومعلومة رياضية ومعلومة كروية وتعد قناة ميديا كورا أكبر منصة رياضية التي تضم أهم التحليلات الرياضية والانتقالات الرياضية وقناة معلومة رياضية التي تقدم لكم أجمل الأهداف وأغرب المشاهد الرياضية وملخص لكل الأحداث الكروية المجال الثقافي قناة معلومة ومعلومة ثقافية تقدم لكم منصة قناة معلومة كثيرا من المعلومات الثقافية والدينية والرياضية والفكاهية وأحداث النهاية التي تضم أحداث يوم القيامة بالتفصيل من بداية العلامات الصغرى حتى دخول الجنة أو النار أعاذكم الله وما تحويه كل من الجنة والنار المحتوى الدينية معلومة دينية تقدم لكم أهم القصص الإسلامية والمسائل الشرعية قصص الصحابة والتابعين وفرسان الإسلام وغرائب وطرائف التاريخ والأثر الدينية وكي نستمر في العمل نرجو منكم فقط الاشتراك مع علامة الجرس سوف تجدون روابط القنوات داخل صندوق الوصفة مع أطيب تحيات أخيكم في الله أيمن صابر